فاصل فيه معانا تقرير بمناسبة احتفالية الهند بمرور 68 سنة على استقلال الهند واحتفالية حصلت في السفارة الهند بالقاهرة نتابع تفاصيلها في التقرير اللي جاي وبعد التقرير فاصل والفقر العيد الثامن والستونة لجمهورية الهند هو عيد تال للاستقلال عن المملكة المتحدة أقامت السفارة بالقاهرة احتفالية رفعت فيه العالم الهندي بمنزل السفير ابتهاجا بهذا الاحتفال الذي تقيمه سفارات الهند في كل عام بحضور أبناء الجالية بالخارج اليوم هو يوم ممهوري وأقدم تحياتي لكل المواطنين المصريين لمشاركتنا لأن هذا اليوم هو يوم خاص حيث أنه العيد الثامن والستين لجمهورية الهند واستحفل السفارة الصباحية وتجمع رموز الجالية بالقاهرة الذي يقدر بنحو أربعة آلاف شخص تبادل الحضور النقاش حول الجهود المصرية الهندية وصبر التعاون اليوم يمكنك رؤية الثقافة الهندية العظيمة في مصر والتي نحاول جاهدين عرضها اليوم هنا الاحتفال بعيد جمهورية الهند في السادس والعشرين من يناير يأتي بعد احتفال الهند باستقلالها عن بريطانيا بعامين فقط عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين وأسست الهند عالميا آنذاك في نضالها ما يعرف بالمقاومة السلمية ثم واجهت الهند بعد الاستقلال وإعلان الجمهورية تحديات من العنف الديني والانفصالي تجاوزتها جميعا وتعد الهند الان قوة اقتصادية وسياسية وبشارية متنامية على الصعيد الدولي محمد مبروك الحياة اليوم